الصمت العقابي الصمت العقابي هو رفض كامل للتحدث مع الطرف الآخر كنوع من أنواع العقاب اللي غالباً ما يتجسد بالعلاقات الرومانسية ويكون الغرض منه أن يكون تأديبي والفترة محددة الصمت العقابي هو من أكثر الأساليب اللي يستخدمها الأشخاص غير المتزنين وخاصة النرجسيين وهو سلوك غير صحي تماماً ويعتبر من أشهر طرق التلاعب النفسي والابتزاز العاطفي يظهر الصمت العقابي بطرق مختلفة داخل العلاقة ومن علاماته الانسحاب المفاجئ بحيث يتوقف أحد الشريكين فجأة عن التحدث مع الشريكة أو ينهي الاتصال دون أي تفسير بالإضافة للتجنب الدائم بشكل منتظم التجنب المحادثة والمراوغة حول الأسئلة والابتعاد بشكل جسدي عن الشريك والسبب يكون أما خلاف بسيط ينتهي بعودة النرجسي بسهولة مع تقديم اعتذار أو لفتة طيبة أو مشكلة عميقة قد يستمر الصمت بها لحتى يتم معالجة المشكلة بشكل جذري من الأفضل التجاهل التام مع الشخص النرجسي كنوع من المحاولة لاستعادة انتباهها مع الحصاب على التواصل بحدود حتى تدفع لعادة النظر بسلوكه من ردود فعل النرجسي هو الغضب والعدوانية ومن الممكن يحاول معاقبة الشريك لاستعادة شعوره بالسيطرة والتلاعب أيضا لإثارة الشفقة أو الذنب أو استخدام التملق لإقناع الشريك بالرجوع له والتجاهل أيضا للتواصل حتى يشعر الطرف الآخر بالذنب أو الضعف أو الرجوع كأن شيئا لم يكن دون تقديم أي اعتذار أو تغيير بالسلوك التعامل مع الصمت العقابي يكون بالحفاظ على الهدوء وعدم الانفعال وتجنب التوسل للشخص النرجسي حتى يتحدث مع الشريك ووضع الحدود الواضحة لتصرفات الشخص النرجسي وعدم قبولها والحصول على الدعم من العائلة والأصدقاء أو من معالج مختص والحل الأخير يتخذ في حال كان الصمت العقابي متكرر ومؤذي فقد يكون من الضروري انهاء العلاقة مع الشخص النرجسي ونتمنى السلامة للجميع